يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا النهاردة طريقة جديدة للبسكوت وشكل جميل وطعم اجمل وريحة تفتح النفس لزوم برد الشتاء والاولاد كلهم قاعدين واجهزة نص السنة ولزوم سقسات البرد اللي احنا فيها دي يعني كوباية شاية ستة كل كوباية لبن مع البسكوتة دي خلاص مش هتاكل تاني مش هتفطري او تتعشي يا ستة كل بس في بداية الفيديو كده هوريك بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع عمواطة على القناة واسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة تضغطي على عنوان مرة هيظهر لي كلمة المزيد هو ده صندوق الوصف بس قبل ما نبدأ الفيديو انتو كلك عارفين لازم نامله لازم نسمي الله ونصلى على الرسول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين السلام عليكم وحترمي ليوتيوب لايك وشير وسبسكري في لصة المميز اتمنى تحط لايك الفيديو ولو ما تشاركش تشارك في القناة واتفعالوا زر الجرس علشان كل منازل الفيديو وسلك اشعر بي واتمنى انتو شاروا الفيديو ده بين اصدقائكو علشان تعوم الفئدة للجميع وكلمتين يا ستة كل بقولهم في بداية كل الفيديو الوصفة يا جماعة علشان تضمنين هي تنجح معاك بفضل الله يبقى لازم تشوف الفيديو من البداية للنهاية تكات وتفاصيل يا جماعة احنا بنقولها جوه الفيديو طبعا مش هنقدر نكتبها في صندوق الوصف مع اني يعني بسيب المقادير كلها في صندوق الوصف بس انا عايزة يستل كل الوصفة تنجح معاك بنسبة 100% علشان كده بقولك كلمتين دو ويلا بيناع المقادير السهلة البسيطة بتاعتنا مبدئيا كده معنا بطين يعني حجمهم متوسط ومعانا 150 جرام من السكر بعد كده هنبدأ نقلبهم كويس قوي لحد ما السكر يدوم لازم يا دماعة لازم السكر يدوم ما تضفيش ديء اللي زي تتأكدتي ان السكر داب معانا كباية من السمنة على الزيت يعني 100 جرام زيت عليهم 100 جرام سمنة بيعادلوا كباية وهنزل بهم على الخيط وهبدأ برضو اقلب تقلبك كده ومعانا معلقة كبيرة من بشر البرتقال ومنكم برضو بشر اللمون اللي حباه واللي عندك يستخدميه وممكن برضو تستبعدين ما فيش اي مشكلة خالص طبعا بس تبشريه بشر ناعم ملحوظ يا جماعة البشر يكون ايه ما تبشريش الجلدة اللي هي بتاع البرتقال اللي هي ايه علشان دي هي بتقوى مرره ومعانا 50 جرام من النشا بيعادلوا نص قباية وهبدأ انزل بهم على الخليط وهبدأ أقلب زي ما انتوا شايفين كده معانا نص قباية من السمسم المجروش بيعادل 40 جرام ممكن تستبدليهم برضو بنص قباية من السودان المجروش اللي انت حبيها سيته كل والمتاح عندك وبعد كده بنزل في الخليط بيفرج يا جماعة في الطعم حاجة فعلا رهيبة أنا أول مرة أعمله بس عجبني جدا 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 وهيجبك يعني حاجة هتحسن يداسمة جدا بعد كده هنزل بتي تدريجي مش مرة واحدة هنزل في الأول بتلك قبات ولو عست تاني هضيف تدريجي وهوقولك بالضبط وهوأخذ معايا قديت ايه ومعانا عليهم باك وبيكن بودر بيعادل 16 جرام بيعادل برضو معلقة كبيرة وهبدأ أعجل وضيل برضو لو عست دي أحط شوية بشوية بس أنا بقولك يا سيت كل لو وصلت في مقطع ده يريدت حطي لي ولو ما شاركتيش هكون سعيدة جدا بالشراك وهكون أسعد لو بعتيلي أي كومنت إن شاء الله يكون وجه مبتسم هيبقى من إيدك زي العسل وزي السكر وألف ألف شكر يعني بصراحة يعني من أختوك وكده أجمل أخوات في الدنيا على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي بتفتح نفسي للشكل وربنا يا رب دومكنا ما في حيات أجمل أخوات في الدنيا وما فيش كلام بعد كده ونرجع للفيديو بتاعنا بعد ما عجنته كويس هبدأ أقسم العجينة نصين وهشين نص يعني ألفه في كيس كده أو ستريتش علشان طبعا العجينة ما تنشفش مني وأبدأ أستخدم النص التاني حد ما خلصوا النص الأولاني وأرجع أفرد النص التاني بعد كده بجيب كيس تحت وكيس فوق وأبدأ أفرده بس أهم حاجة ده مش زي البسكوت العادي يا جماعة ما تفردهوش رأي أو يخليه له سمك إحنا عايزين له سمك يعني مش رأي أو زي البسكوت اللي احنا بنعمله العادي طفقين وطفقين ببدأ أفرده زي ما انت شايفينه وأطقط طيب أم ربع وأطقط طيب كوباية وأططاعة اللي انت حباهه ستكل حبه أطقطعيه شرايح زي البسكوت العادي مفيش أي مشكلة خالص حبه شرايحه وتعمليه بالشوكة كده علشان تعمليه فرمة فيه يعني اللي انت حباء المهم دايما نقول لكم مش شكل الحاجة المهم جوهر الحاجة شايفينه وببدأ أططحه أنا بجيب الصينية مش هدهنها أي حاجة خالص وأبدأ أرصه عليها البسكوت بس أول ما الصاجة يعني الصينية تطلع من الفرن يبدأ أحرك البسكوت كده وهو سخن علشان طبعا ما يلزقش في الصينية طيب البسكوت بتاعنا ده بين خبز على درجة حرارة كام بين خبز على درجة حرارة 120 يعني إيه يعني هدية أنا بحب أخبز يا جماعة البسكوتات والكلام ده على نار هدية عشان يجيني أرماشة حلوة متفقين متفقين بعد كده لازم تسخاني الفرن قبلها بعشر دقايق وهت تحطش على الشبكة في النص يعني على حسب الفرن بتاعي في فرن يا جمع كل واحدة عارف الفرن بتاعها بس المهم إنه بيخبز على درجة حرارة هدية بياخد معاك في الفرن من 25 دقيقة لنص ساعة هدية النورة عليها عشان تاخدي نتيجة أرماشة حلوة وطعم أجمل وريحة فانا رحته تحفة 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 طيب حدا هيقول لي ممكن عامله بالزيت هقول لي كيسته كل ممكن تعملي بالزيت يعني تستبعدي نص كوباة من السمنة ممكن بس بصراحة مش هديكي الدوابان مع الأرماشة والهشاشة طيب لإن الجسمنا يا جماعة بتدي المعجنة هشاشة لكن الزيت بتجيله أرماشة فانا لو حطيت الزيت بس هتحس إن هي نشفة قوي معاك في فضل يعني نصيحتي لكي إن انت تحط نص كوباة من السمنة والنص الثاني من الزيت بعد كده بابدأ أرصه من غير أيد هنا أي حاجة خالص أو زي ما انت شايفين كده سيبي فرق بسيط يعني هو مش بيلز أول حاجة بس لازم تسيبي فرق بسيط ومعايا بيضة مخفوقة وعليها معلقة من الخل وهبدأ أدهن الوش بتاع البسكوت بس طبعا مش هدهن الساق كله لأن البيض لو أنا دهنت وسبته فترة طويلة هينشف فهدهن كم واحدة كده وبعد كده هرش عليه سمسم لو انش حطه جوه البسكوت ده سوداني يبقى ترشي على الوش سوداني حطه سمسم يبقى ترشي على الوش سمسم ممكن تستبعجي الخطوة دي ممكن جدا يا ست كل وممكن ما تحطيش خالص سمسم خالص لا جوه ولا برة وهيبقى من إيدك زي العسل وزي السكر اهو زي ما انت شايفين كده يا رب ما كونش نسيت أي حاجة أقولها لحضرتك بس على عموم يا ست كل لو أنا نسيت حاجة بأعطي لي كومنت وانا بجاوب على كل الكومنتات شايفين في الوقت ده طبعا أنا مشغل الفرن طبعا يا جماعة أنا حطيت رشة من الفانيليا وحطيت رشة من الملح يمكن أن يزيت أقول لكم عليه علشان طبعا الرشة بتاع الملح دي علشان تعادل الطعام بعد كده هبدأ أروح للفرن ودخل الصاج معايا في الفرن أخذ معايا قديت دي أنا نسيت أقول لكم أنه أخذ معايا بالضبط ربعمائة جرام من دي بيعدله قديه بيعدله حوالي تلك قبات وربع تبدأ يا جماعة ممكن تزيد معلقتين دي تنقص معلقتين دي على حسب يعني البيض عندك كبير أو صغير يعني مش كله إيه يعني هي مش مصطرة يا جماعة ممكن تزيد معلقتين دي تنقص معلقتين دي المهم تلمي العجينة معاك والعجينة عادي تحس أنها تنفرد عادي منتها السجولة أخذ معايا ربعمائة جرام بيعدل تلك قبات وربع شايفين ما شاء الله عليه هشي إزاي جميلي إزاي شايفين بصراحة تحفة ورحته جميلة السمسم عميل له ريحة حلوة يا جماعة أنا على العموم هستنى مني الكومنت لما تعملي وتقولي رأيك فيه شايفين عملي إزاي شايفين بيديب إزاي بفضلك كل نص قبات السمدة لأنا عملتها لكن لو عملت زيت خالص كان هيبقى ناشف معايا وأسبك فرعات له وأمانه تظهروا إن شاء الله فيديو جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر